وسط حالة من الاستنفار الأمني في كافة أنحاء بلجيكا تتواصل التحقيقة المكثفة للكشف عن جميع المتورطين في هجمات بروكسيل السلطة البلجيكية أعلنت عن تحديد هوية شخصين على علاقة بمنفذ الهجمات الدموية مصالح الأمن شرعت في شن حملة أمنية واسعة لتوقيف الشخصين في ذل أنباء عن لعبهم دوراً لوجيسياً في تنفيذ الاعتداءة الإرهابية التحرية الموسعة بدأت تكشف بعض الجوانب حول أسلوب تنفيذ الاعتداءات المدعي العام البلجيكي كشف أن الانتحاريين الأخوين إبراهيم وخالد البكراوي فجر نفسيهم بفارق ساعة واحدة الأول في المطار والثاني في محطة المترو رفقة الانتحاري نجم العشراوي وتزامناً مع هذه المعطيات أكدت تركيا أن أحد منفذ تفجيرات كان قد اعتقل في تركيا العام المنصرم ليجري ترحيله لبلجيكا التي أطلقت صراحها وتوجه للسلطة الأمنية البلجيكية انتقادات قوية حول طريقة تعاطيها مع التهديدة الإرهابية انتقادات دفعت وزيري الداخل والعدل إلى تقديم استقالاتهما التي رفضها الوزير الأول البلجيكي لا أستطيع التحدث نيابة عن جميع الزملاء لكنني أشعر في الظروف الحالية أنه يجب تحمل المسؤولية السياسية حيث قدمت استقالتي للوزير الأول طلب مني الوزير الأول مواصلة العمل لأننا في حالة حرب ولا يمكنني مغادرة المنصب وسأواصل العمل لمواجهة الوضعية الراهنة في ظل كشف هذه المعطيات يطرح مراقبنا وجود صلاة قوية بين الظالعين في هجمات بروكسيل والاعتداءات التي هزت العاصمة باريس العام المنصرم وهو ما يعني وجود ثغارات أمنية كبيرة مكنت تنظيم الدولة من تنفيذ اعتداءات استهدفت عمق القارة الأوروبية